اشتركوا في القناة ايضا مستمعين عبر اذاعة طهران العربية ومن يشاهدون عبر موقع الفيسبوك احيي وارحب بسمحة ايتي الله سيد كمال حيدري مرحبا بك سمحت السيد تحدثنا في الاسبوع الماضي حول بعض مقامات السيدة الزهراء سلام الله عليها ونقلتم احاديث في ذلك هل يمكن ايجاز ما تقدم لكي نبدأ الخطوة التالية في هذه الحلقة اعوذ بالله السمير علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه في الواقع مجموعة الافكار التي عرضنا لها ووقفنا عندها في الحلقات السابقة اوجزها في النقاط التالية النقطة الاولى ان الله سبحانه وتعالى اختار من الرجال كثيرا وهم الانبياء والاوصياء والاولياء وعددهم بعشرات الالاف كما هو واضح ولكنه لم يختر من النساء بحسب النصوص الموجودة بأيدينا انا لا اتكلم ما هو في الواقع في الواقع لعله ما وراء ذلك يوجد ولكن انا اتكلم بحسب النصوص لم يختر من النساء الا اربع وهنا فاطمة بنت رسول الله بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وخديجة سيدة نساء امهات المؤمنين وسيدة ازواج النبي صلى الله عليه وآله بلا شك وثالثا مريم ورابعة آسيا زوج فرعون الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله عبر عن هذه النخبة ان صح التعبير بل عن هذه الخاصة من النساء بتعابير متعددة عبر عن تارة حسبك من نساء العالمين وأخرى خير نساء العالمين وثالثا أفضل نساء اهل الجنة وهكذا نحن في الحلقة السابقة اشرنا الى النص الصحيح الوارد الذي قال فيه رسول الله حسبك من نساء العالمين هذا النص اعزائي اشرنا الى مصادره ومن مصادر ذلك ما ورد في صحيح الجامع الصغير للعلامة الالباني اشرف على طبعه زهير الشاويش المجلد الاول المكتب الاسلامي انظروا الى رقم الحديث اعزائي برقم الحديث ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة واربعين في صفحة ستمائة وواحد قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون قال صحيح وهذا ما اشرنا اليه هذا تقدم اما ورد تعبير اخر لم نشر اليه في الحلقة السابقة وهو قوله في الرقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرين في رقم الصفحة الجزء الاول ستمائة وثمانية وعشرين اعزائي في ستمائة وثمانية وعشرين قال خيروا خيروا النساء العالمين اربعون مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون والرواية ماذا صحيح الرواية صحيحا من حيث السند اذا النخبة المختارة من قبل الله في الرساء هن هؤلاء اللواتي اربع التي اشرنا اليه هاي النقطة الاولى النقطة الثانية لو اردنا ان نوجد قياس ومقايسة داخلية بين هذه النسوة النسوة الاربع نجد ان النصوص بشكل واضح وصريح النصوص الروائية اشارت الى ان فاطمة افضلهن جميعا يعني كما اشرنا في الحلقة السابقة كيف ان انبياء اولي العزم هؤلاء الخمسة افضل من باقي الانبياء ولكن عندما نقايس مقايسة داخلية بين هؤلاء الخمسة نجد ان خاتم الانبياء هو سيد الانبياء او سيد انبياء اولي العزم كذلك في المقايسة الداخلية بين مريم وخديجة وآسيا وفاطمة سلام الله عليهم اجمعين نجد ان فاطمة هي سيدة نساء العالمين وفاطمة افضل نساء اهل الجنة وهذا ما وقفنا عنده كاملا في الحلقة السابقة النقطة السالفة اعزائي قلنا ان السيادة والافضلية يراد منها ان كل الكمالات التي ثبتت لمن هو دون سابتا لمن هو افضل وزيادة واكثر ومن هنا اعزائي هذه النقطة المركزية والمحورية في الحلقة السابقة وهي النقطة الرابعة قلنا سوف ننفتح على مقامات الزهراء من خلال البحث القرآني يعني قبل ان ننتقل الى مقامات الزهراء بحسب النصوص الموجودة عندنا وهي نصوص كثيرة وواضحة الدلالة اعزائي المشاهدين التفتولي قبل ان ننتقل الى النصوص الروائية سوف ننفتح على مقامات وفضائل ومناقبي سيدة نساء العالمين من خلال الآيات القرآنية لماذا؟ باعتبار ان القرآن الكريم اشار الى مقامات ومناقبي وكرامات بل وما صدر من امور خارقة للعادة صدر ممن او اوتيت من؟ مريم السلام عليها فكل تلك المقامات والدرجات والمناقب والكرامات والامور الخارقة للعادة قرآنياً لا بد ان تكون ثابتة لمن؟ ثابتة للزهراء سيدة نساء العالمين بل وافضل واعمق واحسن واشمل منها وإلا لو لم يكن كذلك اذا لما كانت فاطمة هي السيدة بنحو الاطلاق لكانت فاطمة هي افضل من جهة ومريم افضل ماذا؟ من جهة اخرى كما يقال في علم المنطق يلزم ان يكون بينهما او بين الزهراء ومريم عموم من وجه يعني بعض الصفات والكمالات مشتركة بعضها تمتاز مريم على فاطمة وبعضها فاطمة على ماذا؟ على مريم اذا لا تكون فاطمة سيدة نساء العالمين ولا تكون فاطمة افضل نساء اهل الجنة وهذا باب مهم واساسي للوقوف على مناقبي وفضائلي وكرامات فاطمة الزهراء بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله هذه خلاصة من النقاط التي اشرنا اليها في الحلقات السابقة سيدة لانا انتهيتم الى مسألة السيادة والافضلية التي تحققت لما هي او لمن هي دون مقام فاطمة الزهراء سلام الله عليها هكذا ذهبتم فهل هناك شاهد يثبت هذا الذي ذهبتم اليه؟ احسنتم اتصور اتصور بانه هذا هذا التساؤل كان ضمن المداخلات التي جاءت الينا من بعض الاعزة الذين اتصلوا قالوا ان لازم هذا الكلام ان النبي اذا قيل انه هو السيد الانبياء والمرسلين ان كل المعاجز التي ثبتت للانبياء السابقين ان تكون ثابتة لمن؟ ثابتة للنبي الاكرم صلى الله عليه وآله مثلا ان عيسى كان يحيي الموتى باذن الله هذا معناه ان رسول الله ايضا لا بد ان يكون قادرا على احياء الموتى ان موسى مثلا ضرب كان يضرب البحر فان كذا او كان يضرب كذا فانفلقت له كذا الايات التي اشارت الى هذا ينبغي ان هذه عصى موسى ايضا حقيقته اين موجودة موجودة او اليد البيضاء او اليد البيضاء وهكذا هل تلتزمون بهذا اللازم ام لا الواقع هذه قضية مهمة لعلنا نوفق ان نقف عندها عندما نتكلم عن مقامات خاتم الانبياء والمرسلين لنتعرف على نبينا صلى الله عليه وآله واقعا المظلوم فيما بيننا فيما يتعلق بمقاماته ودرجاته بل نجد ان البعض وهذا هو من اهم مرتكزات النهج الاموي والاسلام الاموي انه يحاول ان ينزل من مقامات من من مقامات سيد الانبياء والمرسلين انه الملائكة تستحي من فلان ولكنها لا تستحي من رسول الله اذا سلك واديا وسلك فلان واديا الملائكة كذا هناك رسول الله لا كذا وهكذا عجيب هذه في صحيح البخاري اعزائي روايات واقعا يندى لها جبين الانسان انهم تعاملوا مع سيد الانبياء والمرسلين بل سيد الخلائق اجمعين بهذه الطريقة وشكلت مادة الاخرين كي يسير الى رسول الله وهذه الكتابات التي بدأت تكتب تكتب واقعا من هذا التراث بائس الاموي الذي يوجد عندنا في امثال صحيح البخاري ونحو ذلك عليه لحوان هل تلتزمون بلوازم هذا القول وهو انه اذا ثبتت السيادة والافضلية للنبي فلابد من اثبات كل المعاجز والكرامات والمناقب الثابت للانبياء السابقين لنبينا صلى الله عليه وآله حتى تقول ذلك في الزهراء ايضا تقول كل ما ثبت لمن كل ما ثبت لمرين فهو ثابت لمن فهو ثابت للزهراء وزيادة الجواب نعم اعزائي نعم والف نعم نعم والف نعم وهذا ما صرح به علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم فضلا عن انها قضية منطقية بغض النظر الله يعلم الان كما قلت انا اشرت الى القاعدة الاصلية ولكنه الان اريد ماذا ان اريد لست منفردا بهذا الرأي كثير من علماء المسلمين صرحوا بهذه الحقيقة وبود ان الاعزة يلتفت جيدا الى الروايات التي ساقرأها في هذا المجال لانها فيها فوائد جمة وخطيرة جدا شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين العلامة العثيمين كما تعلمون واحد من كبار علماء اتباع محمد بن عبد الوهاب الوهابية واتباع ابن تيمية المعاصرين له مؤلفات كثيرة في مختلف المجالات في العقائد في القرآن في الفقه ونحو ذلك شرح العقيدة الواسطية شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين اعداد فهد السليمان دار السرية للنشر التفتوا الى عباراته ولا اريد ان اعلق عليها كثيرا لان الوقت واقعا لا يسعى يقول ولهذا في صفحة ستمائة وتسعة وعشرين من هذا الكتاب قال ولهذا قال بعض العلماء ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ورسول الله إلا ولرسول الله مثلها طبعا أنا أقول لهذا العالم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ما من آية ومعجزة وكرامة لنبي من الأنبياء السابقين إلا وأفضل منها عند ماذا؟ عند خاتم الأنبياء والمرسلين لا مثلها وإلا إذا صارت مثلها إذن لماذا امتاز عليهم؟ وصار سيد الأنبياء والمرسلين ولكنه والجواد يكبو هؤلاء لم يلتفتوا إلى مقامات النبي فأورد عليهم أورد ماذا؟ على هؤلاء الذين قالوا ما من آية إلا ولا الرسول مثلها فأورد عليهم أن الرسول لم يلقف النار فيخرج حيا كما فعل إبراهيم كما حصل ذلك لإبراهيم عليه السلام فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام عجيب إذن عندما نثبت مو بالضرورة أنه تكون ثابت ماذا؟ للشخص إذا ثبتت لأتباعه أيضا ماذا؟ أيضا تعد آية من آياتي يعني كمال من كمالات النبي لأن هذا التابع إنما وصل إلى هذا الكمال ببركة متابعته لنبي الإسلام إذن الكمال أولا لمن؟ لنبي الإسلام لرسول الله أحسنتم أحسنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن أي كمال ثبت لتابع ولمسلم من أتباع النبي الأكرام هو أولا وبالذات لمن؟ يثبت لرسول الله التفتول جيدا التفتول ماذا أريد أن أقول بعد ذلك؟ لأن بعد ذلك قد بعض الأمور ما موجودة في شخص الزهراء ولكن توجد ماذا؟ في أولادها وأتباعها وذريتها هذا ما يقوله العلام الحثيمين لا يشكل علينا أحد سيدنا أنتم تقولون أن الزهراء لابد أن تكون واجدة لكل هذه الكمالات الآن ذهبتم إلى ذريتها إلى الحسن إلى الحسين إلى المهدي المنتظر كيف ينسجم؟ الجواب الجواب الذي ذكره العلام العثيمين ماذا يقول؟ يقول فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني التفتوا جيدا أنا فقط أريد الأعزاء يفتحوا لي فتقوس بينكم وبين الله لو كنا نقول أن علي بن أبي طالب ألقي في النار ولكن قال لها كوني بردا وسلاما كان يقولون انظروا للغلو غلو غلو ولكنه أبو مسلم الخولاني ما في مشكلة إذا وقع بليل أنه مو علي هذا كما أشرنا بالأمس ماذا؟ إذا لغير أهل البيت قال لي ما فيها مشكلة أما لأهل البيت أكو مشكلة الباء في غير أهل البيت تجر أما من تصل إلى أهل البيت أبدا أبدا لا أثر ترخوا وإذا أكرم أتباع الرسول بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن الدين النبي حق دين النبي حق لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم وأود عليهم أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وآله وقد فلق لموسى على نبينا وعليه آلاف التحية والسنة فأجيب التفتوا من الواضح أنه حصل فلق البحر لنبينا يقول لا لم يحصل لم يحصل وأجيب بأن حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى أعظم أعظم بلي بلي من الأمة وللأمة 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 حصل وطبيعي لماذا؟ لأنه قلنا أنه هذه أمة خاتم الأنبياء فهو أفضل إذن يمكن أن يحصل في هذه الأمة ما هو أفضل احفظوا إلى القاعدة أعزائي يمكن أن يصدر من شخص في الأمة ما هو أفضل مما صدر من نبي من أنبياء أولي العزم يعني هذا الذي من هذه الأمة يكون أفضل ممن؟ من أنبياء أولي العزم تمام ولكن نحن إذا قلنا أن أئمتنا أفضل من الأنبياء أولي العزم قالوا أي كفار أي مخالف أي غلات أي لا دين لكم أين جئتم بهذه الخرافات؟ إذن إذا كانت هذه الخرافات فأول مخرف هو العلامة العثيمين العثيمين صحابي عادي يمكن أن يكون أعظم من نبي وللعزم ولكن سيد شباب أهل الجام لا يمكن لا يمكن يعني إذا غدا قلنا لهم أن الحسن كان يفعل ذلك أن الحسين كان يفعل ذلك أن علي بن أبي طالب كان يفعل ذلك أن المهدي المنتظر أعزائي افترضوا ليس بإمام وليس بمعصوم وليس وليس ولكن تابع لرسالة لجده صلى الله عليه وآله فإذا قلنا عندما يخرج ليقوم بعمل أعظم مما قام به ماذا نبي من أنبياء العزم يقول لنا قائل أين أين يقول علام الحسن التفتول يا عزان يقول أعظم مما حصل لموسى أعظم مما حصل وهو المشي على الماء يقول موسى فلق له البحر فمشى على اليابسة على اليابسة أما هذا يمشي ماذا أتباع رسول الله يمشون على الماء كما في قصة العلاء ابن الحضرمي بس منه العلاء ابن حضرمي موهم المهم إذن ممكن أن يحصل الأنسان أصل الفكرة أصل الفكرة أنه قبل في هذه الأمة يوجد من هو يقوم بأعمال خارقة للعادة بل معاجز وكرامات أعظم مما قام بها أنبياء ماذا أول العزم أعزائي هذه قواعد التفتوا إليها لنصير بعد ذلك إلى مقامات الزهراء بعد ذلك إذا قلنا الزهراء محدثة لا يقول لنا قائل هذا غلو لا يا عزيزي أنتم تثبتون هذا لأتباع الرسول والزهراء سيدة نساء العالم سيدة نساء أهل الجنة حيث مشوا على ظهر الماء وهذا أعظم مما حصل لموسى لأن موسى مشى على أرض يابسة وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى ولم يقع ذلك لرسول الله فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول عجيب إذن إحياء الموتى همات يعني أيضا يعني إذا قلنا أن أمير المؤمنين يحيي الموتى بين وبين الله قلنا كلاما غلوا باطلا إذا قلنا أن أئمة أهل بيت افترضوهم أتباع الرسول بعد أعزائي صحابي أو تابعي أعزائي أو تابعي أو مسلم فأجيب بأنه حصل وقع لأتباع الرسول كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق فدع الله تعالى أن يحييه فأحياه الله تعالى وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرف فأجيب بأنه حصل من النبي النقتاد وهكذا عشرات الموارد إذن العلام العثيمين يقول كل ما وقع عند الأنبياء السابقين إما هو موجود عند النبي أو دون النبي أتباع من أتباع النبي صدر منهم ما هو أعظم ماذا ما هو أعظم من ما صدر من أنبياء أولي العد هذا المورد الأول المورد الثاني في كتابي أنا أنقل هذه طبعا كتب علماء المسلمين مملوئة أنا إنما نقلت هذه المطالب ممن؟ من كباري العلماء الوهابية وابن تيمية ومن يحذو حتى تعرف هو الرجل أشهر من نار هذا الاتجاه هذا الاتجاه ليؤمن بهذا فكيف بالآخرين الصوفية جزاك الله خيرا دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إعداد الدكتور عبد العزيز بجامعة الإمام محمد بن سعود مكتبة الرشد ناشرون أعزائي في الصفحة مئة وثمانين يقول وقد سئل العلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن عن كرامات الأولياء فأجاب كرامات الأولياء حق عند أهل السنة وال جماعة والولي أعطي الكرامة ببركة اتباعه للنبي فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه إلا إذا كان داعيا لاتباع النبي وأعزائي اجعلوا زهراء وعلي والحسن والحسين ممن اتبع ماذا النبي يعني هذا تسلبوه عنهم إذن لماذا تقولون أنهم ليسوا أصحاب كرامات وليسوا أصحاب أفعال هي أعظم مما صدرت من الأنبياء السابقين هذا من المورد الثاني المورد الثالث أعزائي وأختم به هذا البحث أعزائي وهو ما ورد في كتابي النبوات للشيخ ابن تيمية بعد هذا الرأس الاتجاه الذي يدعو إليه محمد بن عبد الوهاب كتاب النبوات للشيخ ابن تيمية تحقيق الدكتور الطويان الجزء الثاني أضواء السلف في صفحة ثمانمائة وسبعة انظروا ماذا يقول ابن تيمية يقول وقد يكون إحياء الموت على يد أتباع الأنبياء لا يتوقف على أن يكون ماذا عيسى أبدا يمكن أن يكون على يد أتباع الأنبياء كما وقع لطائفة كما وقع رجاءنا اخرج العبارة كما وقع لطائفة من هذه الأمة إذن ليس واحد واثنين طائفة بلي بلي يعني القضية كما وقع لطائفة من هذه الأمة ولكن بينكم وبين الله لو قلنا نحن هذا الكلام قلناه في من في الاثنى عشر في علي لا أسأنا ما أذهب إلى الاثنى عشر أذهب إلى من إلى علي إلى عليين وقلنا أن علي ثبت عندنا بطريق صحيح أنه كان يحيي الموتى بإذن الله كان يمشي على الماء بإذن الله كله بإذن الله بلا شك كان بيده عصى يضرب به البحر هذا غلو تقولون لماذا لا يوجد في صحيح البخاري هو أعزائي هو البخاري أموي هو بطبيعة الحال ينقل هذه الروايات أو لا ينقل لا ينقل فماذا نفعل أساسا المعيار العقل وليس عجيبة يا أخي والله غريبة يعني كأنه البخاري ومسلم ومسند أحمد هو القرآن الناطق لا يا أخي أعزائي ثم قد يقول قال سيدنا أين منهجكم هذه في كتبكم أيضا موجودة أم لا أنتم تقولون بأنه إنما نقبل ما كان مجمعا عليه الجواب أعزائي نعم صرحت نصوصنا الصحيحة المعتبرة وغير المعتبرة لأن القضية من مسلمات عقائد ماذا الإمامية انظروا هذا أمامكم كتاب أصول الكافي أعزائي للشيخ الكليني تحقيق قسم إحياء التراث مركز دار الحديث المجلد الأول أعزائي في الصفحة المجلد الأول في الصفحة خمسمائة وتسعة وخمسين الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال لي يا أبا محمد كنية أبي بصير إن الله عز وجل لم يعطي الأنبياء أشيئا إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وآله واضحة الدلالة وقد أعطا التفتوا جيدا هذا اعتقادنا وقد أعطا محمدا جميعا ذا ما أعطى الأنبياء المن أعطاه لنا هذا اعتقادنا رواية أخرى طبعا هاي الرواية أعزائي هاي الرواية صحيحة السند بإمكان الأعزاء يراجعوه في مرآة العقول للعلامة المجلسي الجزء الثالث صفحة 20 بعد لا أطيل على الأعزاء صحيحة السند الرواية الثانية الرواية الثانية قال الرواية الثانية عن أبي الحسن الأول قال قلت له جعلت في ذاك أخبرني عن النبي ورث النبيين كلهم قال نعم مسلم مسلم قلت من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه قال ما بعث الله نبيا إلا ومحمد أعلم منه موساول له للعلم أعلم أعلم وهي الأفضلية والسيادة قال قلت يفسر الأعلمية ما هو الأعلمية يعني العلم قال لا قال قلت إن عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله قال الصدقت والسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير وكان رسول الله يقدر على هذه المنازل مارسها أو لم يمارسه أحسنتم القدرة كانت بيده القدرة كانت قال فقال إن سليمان ثم الإمام يبين أن ما أعطي رسول الله أعطي من أعطي علي والحسن والسيادة والأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح ما هو المراد من الأفضلية والسيادة الثابتة لسيدة نساء العالمين ما هو مراد أن الزهراء سيدة نساء العالمين ما هو مراد أن الزهراء أفضل نساء العالمين ما هو مراد أن الزهراء خير نساء العالمين يعني كل ما ثبت قرآنيا لمريم لكل النساء أسأل أنا أقول مريم باعتبار قرآنيا أشار القرآن إلى ذلك لغير هذا قد يقول سيدة مو ثابت جيد إحنا نتكلم في من؟ في مريم ما كل ما ثبت قرآنيا لمريم ولغري غير مريم كما تفضلت من الروايات الصحيحة فهي ثابتة لمن؟ للزهراء سيدة نساء العالمين بضعة المصطحة صلى الله عليه وآله سمحت السيد على طريقتك في تفقير الروايات نفكر البرنامج عزيزي المشاهدين ونقف عند فاصل قصير قال ابن أعبد قال لي علي عليه السلام يا ابن أعبد ألا أخبرك عني وعن فاطمة كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم أهله علي وكانت زوجتي فجرت الرحى حتى أثرت الرحى بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها وقمت البيت حتى اغبرت فيابها وأوقدت تحت القدر حتى دنست فيابها وأصابها من ذلك ضرر أحييكم أعزاء المشاهدين ومستمعين عبر ذاع الطهران العربية مشاهدين عبر الفيسبوك ثانية وأرحب مرة أخرى بسماحة آية الله سيد كمان الحيدري سماحة السيد وصلنا إلى نقطة لربما نحتاج إلى مناقشة معك فيها من ضمن المنهج الذي تتبعه هو عرض الرواية على القرآن الكريم القرآن الكريم يقول في بعض آياته أن مريم اصطفاها الله سبحانه وتعالى على نساء العالمين كيف ينسجب هذا الاصطفاء على نساء العالمين مع قولك بكون الزهراء سلام الله عليها هي الأفضل وهي السيدة وهي الأميرة على مريم وعلى غير مريم سؤال طرح في موارد متعددة وهنا أطرحه أيضا وهو سؤال من الناحية العلمية سؤال علمي وفني وأنا بودي أن الأعزة الذين يخرجون على الفضائيات على القنوات يكتبون يصعدون يخرج على المنابر عندما يريدون أن يطرحوا المسائل الأساسية لابد أن يعلموا أنه قد يسألوا مثل هذه الأسئلة لابد أن يتهيئوا علميا للإجابة على مثل هذه الأسئلة سؤال علمي فني صحيح وهو أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم كما في سورة آل عمران الآية 42 من سورة آل عمران قال تعالى وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ إذن الآية واضحة الدلالة تقول أن مريم هي المصطفات على نساء العالمين وليست الزهراء سلام الله عليها هي المصطفات على نساء العالمين فإذا عرضنا ذلك على القرآن الكريم نجد إذن إذا كانت هناك روايات تقول أن الزهراء هي سيدة نساء العالمين ما عدا مريم يعني تستثني مريم من ذلك أو هي أفضل نساء أهل الجنة ما عدا مريم وتستثني مريم إذن تكون هي ذيك الروايات هي الروايات المعتمرة والمنسجمة مع النص القرآن فما هو جوابنا على هذا السؤال؟ هذه إشكالية أساسية وتساؤل أساسي حتى لو لم تكن إشكالية ولكن تساؤل لابد أن نجيب يعني نحن عندما نطرح الفكرة لابد أن ندافع إن كانت هناك ثغرة في الفكرة التي طرحناها لابد من الدفاع ماذا؟ من الدفاع عن تلك الفكرة هل يمكن الدفاع عنها أو لا يمكن الدفاع عنها؟ أعزائي هذه الآية المباركة من الأبحاث الأساسية في القرآن واقعا من الأبحاث الأساسية لماذا؟ لأنها سوف تنفعنا كثيرا في الأبحاث اللاحقة لأن الآية أستاذ علاء صريحة تقول التفتوا إذ قالت الملائكة يا مريم إذن الملائكة تتحدث منه؟ يعني وحي واقعا هذا وحي إذن من سميه موحي؟ شعور أو كذا لا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وليس ملك واحد أحسنتم الملائكة يعني هناك تكرار التفتوا جيدا فبعد ذلك إذا ثبت أن الزهراء سيدة نساء العالمين إذن إذا قلنا أنه انقطع الوحي بعد رسول الله ولكن الملائكة كانت تنزل وتحدث الزهراء والزهراء هي المحدثة لا يقول لنا قائل من أين جئتم؟ هذا هو النص القرآني وهذه ليست نبيا لا أحسنتم الآن بعضهم قال من هذا هي نبيا أسأل على من قول أنه كانت تتكلم نبيا هذا بحثه سيئتي أو الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إذن كأنه كانت القضية ماذا؟ مراودة مستمرة بين الملائكة وبين مريم جيد جدا ما هو الجواب؟ إذن الآية المباركة أعزائي فيها أبحاث متعددة أنا الآن مريد أقف عند كل أبحاث الآية الكريمة وإنما أريد أقف عنده اصطفاكي على نساء العالمين وبالضبط أريد أن أقف عنده كلمة العالمين لنرى التفتولي جيدا أن المراد من العالمين واصطفاكي على نساء العالمين مراد أن من العالمين يعني الأولين والآخرين يعني كل العوالم عالمها وعالم الزهراء وعالم غيرها قبلها وبعدها أو أنه مختص ماذا؟ بعالمه قد تقول لي سيدنا ظاهر الآية المباركة تقول ماذا؟ عالمين والعالمين يعني ماذا؟ ما قبلها وفي زمانها وما بعدها فهي أيضا إذن سيدة نساء الأولين والآخرين أعزائي تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى بأنه عندما يستعمل العالمين هل يستعملها دائما بمعنى الأولين والآخرين ما مضى وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة أو لا إذا ثبت أن القرآن لم يستعمل العالمين إلا ماذا؟ إلا بمعنى الأولين والآخرين فالحق ماذا؟ فالحق معكم فالحق مع من يقول أنها هي سيدة نساء الأولين والآخرين أما إذا تبين لا أن القرآن قد يستعمل العالمين ويريد منه معنى آخر أصرها عالم زمانها عالمها زمانها الخاص تعالوا معنا أعزائي ولا أطيل كثيرا على الأعزة تعالوا معنا إلى قوله تعالى إلى الآيات القرآنية التالية الآية الأولى أعزائي في صفحة الآية الأولى الآية 47 من سورة البقرة أعزائي في الآية 47 قال تعالى قال تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إذن التعبير ماذا؟ العالمين هذا المورد الأول المورد الثاني أعزائي خلي أقرأ الآيات ثم نسأل السؤال الآية الثانية الآية 140 من سورة أعزائي الأعراف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال أغير الله أبغيكم إلها لأن القضية مرتبطة قالوا يا موسى يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ثم قال قال أغير الله أبغيكم موسى يقول لقومه إله وهو فضلكم على العالمين إذن فيه ماذا؟ تفضيل تفضيل أيضا تفضيل على العالمين هناك اصطفاء على العالمين هنا ماذا؟ تفضيل على العالمين وكذلك أعزائي الآية 32 من سورة الدخان قال تعالى التفتوا إلى الآية المباركة قال تعالى الآية 32 من سورة ولقد اخترناهم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين إذن التفتوا أول تفضيل ثانيا اختيار ثانيا ثالثا نعمة وهكذا والرابع أعزائي ما ورد في سورة الجاثية الآية 16 من سورة الجاثية قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين إذن هذه لأقل آيات أربع تشير إلى أن بني إسرائيل يعني أمة موسى مفضلة على العالمين واختارها الله على العالمين سؤال هل أمة موسى أفضل من أمة محمد مو فقط هذا السؤال نسأل القرآن نقول أن أمة موسى هل هي خير أمة أخرجت للناس أو ليست كذا القرآن يجيب القرآن فإن أجابنا بناء على أن المراد من العالمين لابد تكون أمة موسى ماذا؟ خير أمة أخرجت للناس خير أمة أخرجت للناس إن أمة موسى بناء على أن المراد من العالمين يعني الأولين والآخرين لابد أن تكون أمة موسى خير أمة أخرجت للناس مع أنه تعالوا معنا إلى القرآن الكريم في الآية 110 من سورة آل عمران انظروا ماذا يقول تعالى في سورة آل عمران قال قال الآية 110 من سورة آل عمران قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذن أمة الخاتم ماذا؟ هي خير أمة خير أمة إذن ما هو المراد أن الله اختارهم على العالمين فضلهم على العالمين أعطاهم ما لم يعطي على أحد العالمين مراد من العالمين يعني الأولين والآخرين لعالمي زمانهم يمكن أن نقول الأولين والآخرين المشاهد هو الذي يحكم هذه آية الآية الثانية وهي آية أهم لعله من هذه الآية التي قرأناها وهي ما ورد في سورة البقرة الآية 143 أستاذ علاء إذا صارت الأمة خير أمة إذا كانت الأمة خير أمة أخرجت للناس سوف تكون هي الشاهدة على أعمال الخلائق يوم القيامة هي الأمة الشاهدة هي الأمة الشاهدة تكون إذا كانت أمة موسى هي خير أمة ومفضلة على العالمين لا بد أن تكون شاهدة لو مشهود عليها المنطق يقول أنه هي شاهدة تعالوا معنا إلى قوله تعالى في آية 143 من سورة البقرة قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيَّةً فالأمة الشاهدة التي تشهد على أعمال الخلائق يوم القيامة أي أمة هذه أمة الخاتم طبعا هذا المراد من الأمة كل الأمة أو بعض الأمة ذاك بحث آخر نقف عنده ولكنه واضح 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 الآية أن الرسول شاهد على مجموعة وتلك المجموعة شاهد على الأمة وهذا هو اعتقاد مدرسة أهل البيت أن لكل زمان إمام يجهد على أعمال الخلائق والرسول شاهد على تلك المجموعة وهم الأمة عليهم الآن ذاك بحث آخر إذن بقرينة شهادة هذه الأمة على الناس أجمعين هي خير أمة أخرجت للناس إذن كيف نوفق بين قوله تعالى أو الآيات التي قالت أن أمة موسى هي المفضلة هي المختارة على العالمين الجواب إذن العالمين في القرآن لم يستعمل بمعنى الأولين والآخرين بمعنى ما مضى وما سيأتي سؤال الآن نطرح هذا السؤال تفتولي جيدا سؤال أعزائي سؤال هذه الآية في سورة آل عمران مراد من العالمين عالمي زمانها عالم زمانها أو عالمين أولين والآخرين لا يوجد دليل أنه عالم زمانها لعل المراد ماذا الأولين والآخرين ما هي دليلكم على ذلك هنا يأتي النص النبوي ليوضح ليوضح أحسنتم إذن أعزائي أنا قلت أن الرواية أحسن نص والسنة والرواية والواردة عن النبي ما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو هنا لابد نسأل يا رسول الله هذه واصطفاكي على نساء العالمين مراد من العالمين يعني الأولين والآخرين يعني مطلق العوالين أو مراد عالم زمانها فقط أو زمانها وما قبلها أو أي كان هذا من لابد يجيب عليه بعد الآية ساكت عن ذلك الآية لا تبين لنا نعم يحتمل أن يراد من الآية التفتوا جيداً أصل مهم في دور الحديث لفهم القرآن الكريم أن الآية إذا كان فيها احتمالات متعددة فإن النص النبوي الصحيح يعين أحد الاحتمالات في قبال الاحتمالات الأخرى إذن نسأل رسول الله يا رسول الله مراد من نساء العالمين ما هو المراد من العالمين تعالوا معنا وهذه الفلسفة يعني يجعل الرسول هو المرجعي لحل الإشكال في الأمم لأنه لو كل شيء حله القرآن الكريم ليست هناك حاجة عن الرسول لتمت نظرية حسبنا كتاب الله التي قالها بعض من كان في ذلك المجلس المهم أعزائي تعالوا معنا إلى كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الله الشهري تنسيق دكتور سعد الشتري المجلد السادس عشر دار العاصمة دار الغيف في صفحة 167 من الكتاب يقول عن هشام بن عروى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة خير النساء عالمها من خديجة ومريم عليها السلام خير نساء عالمها مو خير نساء العالمين عالمين وفاقمة خير نساء عالمها تقول لعد سيدنا كيف صارت خير النساء العالم باعتبار أن هذه الأمة خير الأمم فمن هو خير فيها فهو خير على جميع على جميع على جميع الأمم ولذا يقول العلامة الحافظة بن حجر يقول هذا الحديث مرسل صحيح الإسناد مرسل صحيح الإسناد أعيد مرسل صحيح الإسناد التفتول يا عزيزي التفتول إلى هذه النقطة المهمة تقول سيدنا الرواية المفسرون ماذا قالوا في ذيل هذه الرآية المباركة المفسرون فهموا منها العالمين يعني سيدة نساء العالمين أولين آخرين رأيهم ووقعا أيضا ووقعا أيضا لابد أن نعرف أصحاب الفن أصحاب الاختصاص أعزائي الوقت لا يسعى أشير إلى كل المفسرين أشير إلى أعلام المفسرين الأول تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة تحقيق الدكتور التركي دار عالم الكتب في ذيل هذه الآية المباركة قال تعالى وطهرك يعني صفحة 392 المجلد الخامس صفحة 392 المجلد الخامس قال وطهر الدين يعني طهر دينك من الريب والأدناس التي في أديان نساء بني آدم واصطفاك على النساء العالمين يعني اختارك على النساء العالمين في زمانك أيها الطبري ملآية عالمين يقول لا توجد قراء كثيرة تبين بأن المراد من العالمين عالمي ماذا زمانها مو مطلق ماذا مو مطلق العوالم هذا مورد أعزائي المورد الثاني ما أشار إليه علم آخر وهو الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية تحقيق الدكتور أيضا التركي المجلد الثاني أعزائي المجلد الثاني صفحة أربعمائة وأربعة وعشرين واصطفاك على نساء العالمين يحتمل من أين جئت بهذا الاحتمال أن يكون المراد عالمي زمانها ابن كثير مو أنت علم من أعلام التفسير لماذا تقول ماذا عالم زمانها ومع أن الآية ماذا عامة يقول كقوله لموسى إن اصطفيتك على الناس يا ناس يا ناس مطلق لا لا ناس زمان أحسن وإلا رسول الله مصطفى ماذا هو لو كان مطلق أحسنتم لازم أن يكون أولى عن الخاتم الأنبياء والمرسل وهذه خلاف رأيه المسلمين الإجماع المسلمين أحسنتم سأل على إني اصطفيتك على الناس وكقوله عن بني إسرائيل هذه القرأناها ولقد اخترناهم على علم ومعلوم أن إبراهيم أفضل من موسى وأن محمد صلى الله عليه وآله أفضل منهما وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا وأفضل علما وأزكى عملا من بني إسرائيل إلى آخرين إذن هذا الاحتمال قائم أن المراد ماذا من العالمين يعني عالم زمانها فقط ومن الأعلام المعاصرين الذين أشاروا إلى ذلك أعزائي وواقعا بعد كثير لا أستحق وواقعا اليوم أستمع إلى مداخلات كثيرا لا أعزائي هو العلامة محمد صالح العثيمين في تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران الجزء الأول أعزائي أعزائي صفحة مائتين وستة وخمسين انظروا هذا الرجل ماذا يقول فهي من النساء الكمل من؟ مريم مريم ولها قال واصطفاكي على نساء العالمين وهل المراد النساء العالمين في زمنها لأن النساء التي في زمن النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم هو أجاب بعد أجاب قال يعني لا يمكن أن تكون مريم بس كان يهدف إلى شيء آخر طب جيد ممهم المهم أريد أقول بأنه سلب العموم ماذا أنا يمأص الفكرة من مريم بلي أنا يمهدي وإلا كان يريد ولا يريد أن يصرح عنها فاطمة ممهم ولهذا يقرأ رواية السريد ولا يقرأ رواية ماذا سيدة نساء العالمين الآن مهم هذا أنا يمأص الفكرة لدي سؤال إن شاء الله سأطاعه في خضية الكريم أكمل لا لا هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك قال لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم أو المراد العموم هل المراد خصوص زمانها أو عموم الأزمنة قال فيه قولان للعلماء واللطيف يقول قولان فقط يشير إلى القول الذي يقول أنها خاصة بزمانها ولا يشير إلى القول الثاني هذا معنى لا يهدف أحسنتم يقول فيه قولان منهم من قال إنه خاص بزمان نسائها كما ذكر الله عن بني إسرائيل وأوضح من هؤلاء جميعا ما أشار إليه العلامة الكبيرة العلامة الآلوسي في كتابه روح المعاني بتحقيق ماهر حبوش المجلد الرابع في صفحة 184 قال وقيل المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة هذا الرجل هذا منصف العلامة الآلوسي عندما يصل إلى أهل البيت إلى الزهراء إلى علي إلى الحسن إلى الحسين وهو لا بد من علماء الحنفية مهم لا هو من كبار علماء الصوفية أيضا على إلح هو من أصحاب الطريقة فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة أنا الدقيقة أو دقيقتين واقعا أدخل للمداخلات لأنه لعله أريد أن أعطي مجال أكثر أستاذ علاء للمتداخلين ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي أنه قال أربع نسوة سادات عالمهن مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأفضلهن عالما فاطمة لا يحتاج لا تعليق وما رواه الحارث بن أبي أسامة هذا الذي قرأناه عن المطالب العالية بسند صحيح لكنه مرسل قال مريم خير نساء عالمها لأنها خير نساء العالمين وإلى هذا ذهب أبو جعفر الإمام الباقر وإلى هذا ذهب أبو جعفر ولهذا في الحاشة يقول هو محمد بن علي بن حسين أبو جعفر الباقر وهو المشهور عن أئمة أهل البيت بل هو المقطوع به عن أئمة أهل البيت بل يعد من اعتقادات مدرسة أهل البيت ولذا الشيخ الصدوق المحدث الكبير عندما يأتي إلى اعتقادات الإمامية يقول ومن اعتقاداتنا أنها سيدة نساء العالمين من اعتقاداتنا هذه من مسلماتنا نعم من حق المشاهد أن يسألوا إن شاء الله تعالى بعد في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وهو أنه وردت عندنا روايات هذا إن شاء الله هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله أعزاء المشاهدين فاصلوا وأرجو أن يكون قصيرا جدا لكي نستمع إلى مداخلاتكم فاصلوا عن أبي جعفر عليه السلام ما عبد الله بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح الزهراء عليه السلام ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاقمة عليها السلام أحييكم مشاهدينا ونستمع إلى مداخلاتكم قبل ذلك سمحت السيد ولربما هو أيضا كان سؤالا من أحد الأخوة المشاهدين طرحوه في الحلقة السابقة في رواية الثريد التي تحدثت عن أن فضل عائشة أو مكانة عائشة أم المؤمنين بين النساء بين النساء كفضل الثريد على الطعام على سائر الطعام هل يدل هذا التشبيه على الأفضلية وعلى السيادة وعلى أنها من سيدات نساء العالم وعلى أنها من من كملت كما في النص من من كملت كما في النص في الواقع بأنه هذا الحديث نحن في الحلقة السابقة شككنا في متن هذا الحديث قلنا لعله لقائل أن يقول أن هذا المتن من حيث السند وإن كان ورد في صحيح البخاري إلا أن المتن متن مطعون فيه وكان دليلنا على ذلك أن من هو من أوتي جوامع الكلم وهو رسول الله إذا أراد أن يشبه كما تدعون سيدتي النساء في هذه الأمة عائشة زوج النبي وأن لها مقام خاص أنا لا أتصور بأن المنطق والعقل السليم والمثال كان يقتضي أن تشبه وأن تمثل ماذا؟ عائشة بالسريد هذا قد يقول قال سيدنا وردت روايات في أصول الكافي في غير أصول الكافي تمدح السريد أنا ما قلت بأنه لا يوجد من الأئمة مدح للسريد وأن رسول الله ما كان يحب السريد أنا مو بحثي هذا مو البحث أن رسول الله كان يحب السريد أو لا يحب أنا إشكالي أين؟ في التمثيل في التمثيل أعزائي في العبارة لأن رسول الله مولانا كلامه فوق كلام الخالق ودون كلام فوق عفوا فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق إذا أراد أن يمثل أنتم وجدتم في المكان في القرآن الله يمثل بالسريد مثلا خير من نطق بظلات فكيف يمكن أن نشعر على أي لحوال؟ ولكنه الآن أريد أن أصرف النظر عن ماذا؟ عن هذا الإشكال المتني وأفترض أن الرواية الصحيحة تامة سندا ومتنا تعالوا معنا أعزائي إلى الرواية مرة أخرى لنرى بأنه ماذا يوجد في هذه الرواية يعني تناقش أو تبين دلالتها دلالة الرواية الآن نسلم أن الرواية تامة فلنجي إلى دلالتها أحسنت الرواية كما نقلناها عن صحيح البخاري أعزائي تذكرون لا أحتاج أن أشير إليها قال رسول الله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا إمرأة فرعون طبعا واضح النفس الأموي في هذه الرواية والدقة في الخفص أبلي نعم لماذا؟ لأن الروايات متواترة أنه خير النساء العالمين أربعة وأيضا كان جعل فاطمة ضمن ماذا؟ خديجة على الأقل فاطمة خديجة جعلها مجان جعلها السيدة ولكن جعلها ضمن الأربعة ولكن يظهر هذا النهج الأموي الذي كان حاكما ومع الأسف آثاره نجده إلى الآن في يومنا عندما يخرج البعض ويقول لماذا هذه المبالغة في فاطمة سيدة نساء العالمين؟ لماذا هذه المبالغة؟ انظر أساسا لم يذكر لا خديجة حتى لا تجرح مشاعر عائشة ولا فاطمة ويؤصل لنظرية حسبنا كتاب الله أسأل مهم المهم التفتولي قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا امرأة عمران ثم امرأة فرعون عفوا وامرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام سؤال هاي الواو وإن فضل يعني أيضا ممن كملت من النساء أو لا دلالة لها على ذلك واقعا خلنا نسأل هذا السؤال إذا كانت ممن كمل من النساء وكان يقول وعائشة وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على ماذا كذا وأنه يحذف ماذا لماذا يقطعها بكلمة التفتولي جيدا إذن الإشكال الأول الذي عندنا قال ولم يكمل من النساء غير مريم وآسيا لم يقل وعائشة حتى يكون معطوفا ممن على من كمل من النساء وإنما فقط أشار إلى أنه أن عائشة بين النساء كالسرين بين سائر الطعام أما هل هي أيضا ممن أصلا أفضل الطعام أصلا أفضل الطعام لا علاقة له بأنها ممن كملت ماذا من النساء ليس دلالة فيها على الكمال تقول سيدنا هذا استدلال عجيب من عندكم أقول لا أعزائي والله مو أنا صاحب الاستدلال صاحب الاستدلال منه هذا الذي قلته صاحب الاستدلال مولانا أحد الأئمة الكبار الإمام القرطبي الإمام القرطبي القرطبي فهمها كذا مفهمة يقول بأنه هذا مرتبط بالأول الكمال مرتبط بالأول والذان يعني مرتبط بآسيا ومرتبط مريم ولا علاقة له بمن بعائشة بأي قرينة لو سأل سأل بأي قرينة القرينة واضحة وهو أنه لم يقل وكمل من النساء مريم وآسيا وعائشة وأن فضلها على النساء كفضل عائشة على السائر كالثريدي على سائر الطعام ما قال هكذا تقول وين انتفتوا إلى عبارته انتفتوا لي جيدا عزائي جيدا إلى عبارته عميقة جدا قال علماؤنا رحمة الله عليهم كما يقول العلامة أو الإمام القرطبي اللي في الحاشية يقول المفهم إلى غيره الكمال اللي قال لم يكمن الكمال هو التناهي والتمام لا نقول أحد كامل إلا إذا وصل إلى أوجي الكمال يعني ما وراء عبادان قرية بعد ما وراءه كمال ويقال في ماضيه في الفعل الماضي كامل بفتح الميم وضمها ويكمل في مضارعه بالضم وكمال كل شيء بحسبه كل شيء له كماله الخاص والكمال المطلق إنما هو لله تعالى خاصة وهذا واضح لأنه فوق الكمال ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين نص القرآن نص القرآن وإذا تقرر هذا فقد قيل إذا كان الكمال معناه الوصول إلى القمة إذا قال كمل من النساء يعني مريم وصلت ماذا إلى القمة إلى القمة آسيا وصلت ماذا إلى القمة سؤال وإذا كانت عائشة داخلة مفروضا يقول وعائشة وصلت ماذا إلى القمة انظروا ماذا يقول يقول وإذا تقرر هذا فقد قيل إن الكمال المذكور في الحديث يعني به النبوة لأنه كمل مريم كملت حتى قال بعضهم أنها نبيه وحتى قال أصلا يصرح أنها نبيه لا هو يقول بل 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 يحسنتم فيلزم عليه التفتوا فيلزم على هذا أن تكون مريم وآسيا نبيتين أبدا لا يأتي بأي ذكر لعائشة وهذا أكبر دليل على أنه استثناها من هنا لماذا؟ لأن النص لا يشملها أعزائي كمل من النساء ولم يكمل من النساء غير مريم وآسيا هذا الكمال مرتبط بمريم وآسيا لا علاقة لعائشة بهذا الكمال واقعا لا علاقتها ولذا يصرح حسب الحديث لها فضل لا جيد وفضل عن فضل الثاني مو أكثر من ذلك النص إذا تقولون حسب النص حسب النص أعزائي إذا إما قولوا معي أن هذا أصلا طعن في عائشة لأنها شبهها بمن اللي أنا هذا رأيي أنه هذا طعن ولا ينبغي هستقولون لا نصر على أنه ما ورد في صحيح البغاري ومسلم تام سندا ومتنا جيد جدا فليس فيه دلالة إذا لا دلالتها وفضلها على النساء فضل السريل لا أكثر من ذلك والله هذه نصوص البغاري يا أعزائي أنا من عندي ذكرتها هذه نصوص البغاري إذن أرجع وأقول أعزائي أرجع وأقول قال فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام وآسي نبيتين وقد قيل بذلك التفت والصحيح أن مريم نبية من يقول السلام الله عليها التفت من يقول الإمام القرطبي مريم نبية التفت جيدا فإذا ثبت وثبت أن فاطمة أفضل منها إذن فاطمة وإن لم تكن نبية فهي أفضل ممن كانت نبي نبي فإذن لا ملازمة إذا صارت نبي فهي لابد أن تكون أفضل من كل من لم يكن نبيا وهذا ما نعتقده في الزهراء وفي الأئمة أنهم أفضل ماذا من الأنبياء السلام تقول هذا دليل وقبل ذلك نقلت نعم نعم يأتي 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 بعد إن شاء الله البحث طويل الذيلة أعزائي والشاهد على أنها مو مشمولة بكمال النساء وأن عائشة ليست مشمولة لمن قال رسول الله فيهن كمول من النساء هذا النص الذي أيضا ينقله من ينقله الإمام القرطبي وهذا النص خطير جدا أعزائي فلهذا لا أعلق عليه إلا أن أقرأه للأعزاء الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي تحقيق عبد المحسن التركي الجزء الحادي والعشرون مؤسسة الرسالة صفحة مئة وأربعة صفحة مئة وأربعة من في ذيلي آية عشرة من سورة التحريم في ذيلي آية ماذا؟ عشرة من سورة التحريم ما هي الآية؟ قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما قلنا مرارا أن المراد من الخيانة ليست الخيانة المرتبطة بالعفة فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين سؤال نسأل من؟ القرطبي الإمام القرطبي نقول هذه الآية شأن نزولها من؟ تقول ضرب الله مثلا للذين كفروا لماذا؟ من الله ضرب مثلا لمن في هذه الأمة؟ تعالوا معنا إلى صفحة مئة وأربعة قال ضرب الله مثلا للذين كفروا مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة أعزائي هذا مو كتاب شيعي ولا مجمع ولا البحار ولا أصول الكافي ولا 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 أي كتاب آخر من كتب الشيعة بل كتاب تفسير لأحد كبار أئمة علماء أهل السنة التفتولي يقول أساسا هذا المثل ضربه الله لمن؟ شأن نزوله سبب نزوله فلهذا من الطبيعي جدا بعد لا يقول ممن كمل ممن كمل والأفضل أن لا يجري الحديث في الكمال إذا كان هذا الوقت هذا أمامكم قال مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين التظاهرة على رسول الله ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون حتى لا يقول قال سيدنا ليش ما تقرأ العبارة اللحقة لا 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 أقرأها ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم ترغيبا في التمسك بالطاعة والثبات على أدي أنا انتهيت أستمع أو ثبت لهما التظاهر ودعاهما إلى أبطاعة لا أدري هل هناك اتصال الأخوة في غرفة السيطرة إذا كان هناك اتصال يعطوني اتصال لا يوجد صوت إذن أعز أبو عبد الرحمن من السودان تفضل أبو عبد الرحمن من السودان وعليكم السلام ورحمة الله هناك خلل في الصوت أبدا 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 أرجع طائعي اتصال آخر أم ياسر من العراق تفضلي أم ياسر أخت أم ياسر من العراق ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا ذكرتم في هذه الحلقة أعتقد في مصدر ابن حجع الأسقلاني أنه خديجة رضي الله عنها أفضل نساء آلمها ومريم أفضل نساء آلمها وفاطمة عليه السلام أفضل نساء آلمها وبما أنه آلم فاطمة هو أفضل من آلم مريم إذن تكون فاطمة عليه السلام هي الأفضل سهل هذا ينطبق أيضا على خديجة عليه السلام لا إشكال جيد واضح السؤال لا إشكال إن شاء الله تعالى في الحلقات اللاحقة سنبين أن خديجة تأتي في الرتبة الثانية بعد بنتها بضعة المصطفى فاطمة الزهراء ومريم تأتي في الرتبة الثالثة أتصور أن بعض الأدلة طرحت في هذه الحلقات طرحت إن شاء الله سياتي إن شاء الله تعالى طيب الأخ سعيد من بريطانيا تفضل شكرا لأم ياسر سعيد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله حديث يعني البرنامج هذا أنا دائما متابع له هو يعني البرامج اللخرى يعني فتحة البدات عن نفسي أتكلم فتحة عيوني على حاجات لما كنا عرفها فرثنا كل المراحل من الاتدائية إلى الجامعة حتى التخرج ولم نسمع بهذه الحالة العضايا من الأمور في أهل البيت يعني وهذه كل الحقائق يعني أنا أريد أن أجيك خيرا يا سيد الحيدري أين هو الأخ وعلى هذا البرنامج أنا تصور من السعودية وأخ سعيد أخ سعيد من أي بلد أنت أنا من السعودية لكن أنا اتصالت أمس فلما قلت له من السعودية قطع الخط صراحة فأنا اليوم قلت له من بريطانيا لا لا أطمئن ما يطع الخط جزاك الله شكرا عزيزنا على هذه جزاك الله ألف خير على هذه ليس هناك سؤال أخ سعيد يظهر أن اتصال القطع شكرا لك الشيخ محمد من كندا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحية لك يا أخي وحي الله أستاذنا المحقق سماحة آية الله السيد كمال حيدري شكرا مرحبا بكم الذي تتلمذ على يديه ليس في تلك البلاد وإنما هنا في المهجر وذلك في موقع الدروس الحوزوية المهم وأنا أنظر إلى سماحة السيد أتذكر مناظرة وشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق عندما ناظر عمر بن عبيد المعتزلي في الإمامة فأفحمه فطلب منه الإمام من يقص ما جرى فأخبره فقال له الإمام سلام الله عليه مثلك من يكلم الناس فكأني بالإمام يقول لولده سماحة السيد مثلك من يكلم الناس المسألة الثانية أقول لبعض من يقول أن هذه القضايا تثير الفتنة بين المذاهب أقول كما قال القرآن الكريم ألا في الفتنة سقطوا هم يثير الفتنة والقتل بسكوتهم لأن السكوت على ذلك هو من كتم البينات التي أمرنا سبحانه بنشرها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والعدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الأعنون وأي بينة أجلى من كتاب الله ونبيه وأهل بيته فيا مسلمين ارجعوا إلى دينكم الذي ارتضى يقول سبحانه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فالدين دينان دين بني أمية والدين الصحيح الذي عليه أهل الجيس أنا سمعت الشيخ فأشكرك جزيلة شكر تعدرني لأن لم أقاطعك لأنك من كندا يعني من مكان بعيد لو كنت قريبا في قوم خاصة لقطعته مباشرة شكرا على المداخلة شكرا على هذه المداخلة حياة من لبنان تفضلي تاخد حياة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ثلاث أسئلة لسماحة بالسيدي أولا أرجم للأخوة رفع الصعيف داخل الساديو ورد في القرآن الكريم بالحمد الله الرحمن الرحيم إن الله استخدك وضحرك بالسيدة مريم عليها السلام إصحالة الملائكة بالسيدة مريم وورد أيضا إنما يريد الله يوثب عنكم الرجل فأسف البيض ويضخركم تصويرا ألا تعتبر أن هذه المرتبة من أسحاب الرجل والتصوير هي مرتبة أعلى من مرتبة التصوير فقط السؤال الثاني أن السيدة مريم سلام الله عليها لم يكن استفاؤها محصورا لأنها أنجبت مولودا من غير زواج وإستفاء السيدة الزهراء كان اتفاءا يتزلع في كامل الكمالات والفضائل التي يتحلى بها الإنسان الكامل السؤال الثالث ورد عندنا في حديث التصوير أن السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت تسمع ما يدور بين الله وإستانه وتعالى وتجرائيل عليه السلام ما هي هذه المرتبة التي ستتحل بها السيدة الزهراء سلام الله عليها أزل من السيد حفظه الله وأضح أخت حيات شكرا لك ثلاثة أسئلة أستاذ علاء كتبة الأسئلة كتبة الأسئلة اتصال آخر من المغرب إدريس من المغرب تفضل أخي إدريس إدريس من المغرب يا شيخ السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم يا شيخنا وأستاذنا وسيدنا كمال الحيضر أعلى الله مقامك في الدنيا والآخرة معك مولاي إدريس من المغرب يا شيخنا ما حكم من يقول ما يضر غضب فاطمة أبا بكر هل الله يغضب لكل من أغضبها إلا أبو بكر هذه أولا والنقطة الثانية يا سيدنا الفاضل الكريم نريد منك حلقة في رجال البخاري المطعون فيهم والمتهمين بالكذب من قبل أهل العلم وأنت كنت سببا في تشيعي أعلى الله مقامك في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أنا أعتذر عن أخذ أي اتصال لأننا جربنا في الحلقة السابقة سمحت السيد وهذه مشكلة لم يبقى على الحلقة سوى أربع دقائق جيد فحتى لا بد أن نجيب نعم فضلوا الأخ 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 أم ياسر أجبنا 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 ورحمة الله أجبنا لست أدعوك إلى مذهب إلى مدرسة إلى التشيع إلى التسن أبدا وإنما أريد أن يكون اعتقادك قائم على أساس البينة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لألا تذهب يوم القيامة وواقعا تكون مصداقا لقوله تعالى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أو تكون مصداقا لقوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى إذن أعزائي هذا البرنامج واقعا فقط لوضع الحقيقة بين أيدي طلاب الحقيقة سمحت سيد لو تسمح يعني كلام الشيخ محمد أنه البعض يقول أن هذا الكلام هو إثارة فتنة لو كانوا يتحدثون بهذه الحقائق التي في كتبهم أحسنتم بيني وبين الله لا نحتاج إلى هذا البرنامج نتوحدة الأمة لا نحتاج أساسا إلى هذا البرنامج وقعا كونوا على ثقة لو أما طمس الحقيقة طمس الحقيقة الفتنة هنا الفتنة هنا الفتنة أنك عندما تكتم الحقائق والبينات كما أشار عزيزنا الأخ الشيخ محمد من كندا جزاه الله خير على هذه المداخلة القيمة إذن أعزائي كونوا على ثقة لو اتضحت هذه الحقائق وأنتم تجدون الآن من كل بلاد العالم من السعودية إلى بريطانيا إلى المغرب إلى كندا إلى العراق إلى دول الخليج إلى شمال أفريقيا إلى إلى نسية الأسماء الأخرى كلهم يتصلون ويقولون لم تنكشف لنا هذه الحقائق أين كانت هذه الحقائق في كتب القوم لماذا لا تبينونها بالأمس اتضح للأعزة كيف أن الحقائق أخفوها بل كذبوها بل ضعفوها بل أهملوها ونحو ذلك أما حيات من لبنان وقع أسئلة ثلاثة قيمة أنا أحاول أن أمر عليها مرورا سريعا لأن كثير منها سيأتي البحث السؤال الأول السؤال الأول حول مقارنة ما بين آية الاستفاء وآية التطهير نعم أطمئني أن التطهير الذي ثبت لآل البيت ولأهل البيت في آية سورة الأحزاب لا يقاس بها بذلك التطهير لا يقاس به التطهير الذي ثبت في آية سورة آل عمران لأنه طهرك ولكن هناك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هناك قراء وشواهد وأدل كثيرا أن تلك الطهارة فوق هذه الطهارة بمراتب وهذا معنى أن الزهراء سيدة مريم لأننا قلنا معناه ماذا مو أنها فقط طاهرة هذا إلى جانب الأدلة الأخرى سنتهم هذه الآخر طيب أنا ولو بسرعة يعني مريم سلام الله عليها هذا التطهير وهذه المرتبة جاءت لولادة إيسا الجواب هذا أيضا واحدة من الوجوه التي ذكرت أنها إنما تميزت مريم عليها السلام بأنها أعطيت من يكلم الناس في المهد صبيا ولم ماذا ولم يقترب منها رجل هذه هي الخصوصية التي أشير إليها ومن هنا قالوا أساسا هذه الآية جملة من المفسرين قلت لكم لا أود أن أدخل التفاصيل جملة من المفسرين قالت هذه الآية ليست فيها دلالة لا على كونها سيدة نساء العالمين ولا على كونها سيدة نساء عالمها وإنما تشير إلى قضية خاصة أنا يقول لي يعني اقطع البرنامج لكن لو يسمح سؤال الثالث لدقيقة واحدة تسمع ما يدور بين الله نعم لأن رسول الله كان يقول لعلي يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي والزهراء سلام الله عليها بلغت مقاما لم يكن لها كفء إلا علي وسيأتي هذا البحث إن شاء الله أنا أتصور ما حكما يقول ما يضر غضب فاطمة هذا بحث سيأتي سيأتي في ظلامتها إن شاء الله شكرا لسماحة آية الله سيد كمال حيدري شكرا لمشاهدين ومستمعين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته